ما هو الغرض من الزواج؟ أولاً الزواج هو طاعة لوصية الله أنت عم بتطيع الله يعني على أساس أن الزواج فيه تكاثر وإنجاب النسل السبب الثاني هو الشركة مكتوب أصنع له معيناً نظيره تتكلم عن الشركة تتكلم عن الحياة الاجتماعية سبب ثالث هو المشاركة والاتحاد يقول الكتاب اثنان خير من واحد في سفر الجامعة إصحاح أربعة طبعاً لما بتعمل التعهد أمام القسيس أو الكاهن في الصراء والضراء في الفقر في الغنى في الصحة في المرض يعني الغرض من الموضوع كل واحد يكون سند للآخر عكاز للشخص الآخر سبب رابع من الغرض للزواج هو إنجاب ذرية صالحة هاي الذرية بتستمر عن إعلان محبة ومخافة الرب استمرارية الجنس البشري طاعة للمأمورية لوسية الرب تكاثر وهي هي كانت وصية الرب لآدم ثم حباء الزواج يعتبر أقدم مؤسسة إنسانية أول مؤسسة وأقدم مؤسسة إنسانية وصوف تستمر إلى طبعاً مجيء المسيح الاستمرار في تكوين الأسرة سبب آخر سبب خامس وهذا مهم هو إشباع الرغبات الجسدية يعني بكلمات أخرى تقديس هذه الغرائز الله خلقنا بغريزة وفي رغبة لكن هاي الرغبة وهاي الغريزة الجسدية أو الجنسية هو في التوجه الصحيح من خلال الزواج فممنوع ممارسة الزنا أو المضاجعة قبل الزواج ممنوع طبعاً تعمل أي شيء حتى وأنت متزوج سواء مناظر أو أي صورة أخرى فإذن الكتاب وضح هذا الموضوع لإشباع الرغبات الجسدية وهذا موجود فينا شيء آخر أحبائي الزواج المسيحي ينبغي أن يكون قدوة للمجتمع فهو مبني على أساس راصخ متين على أساس المسيح نفسه والرب نفسه هو الذي يبني البيت إن لم يبني الرب البيت فباطلاً يتعب البنؤون أحباء الزواج المسيحي مبني على أساس على أساس كلمة الله وطبعاً يعني مهم جداً هذا الأساس لتكوين أسرة جديدة المثل العرب اللي عندنا دائماً منقوله بارك الله البيت اللي بيطلع منه البيت ثم أحبائي الزواج المسيحي بيتكلم عن المحبة الغير مشروطة من الطرفين المحبة المضحية المحبة الباذلة المحبة المتفانية المحبة اللي بتبذل كل غالي ونفيس للشخص الآخر ثم أحبائي مبني على الاحترام المتبادل على التفاهم على التعاون ثم أحبائي الولاء الكامل الولاء الكامل للرب أولاً ثم أحدهما للآخر ثم أيضاً التواضع أي تقديم الآخر يعني هذا مهم جداً في الزواج المسيحي طبعاً الزواج المسيحي هو اللي بيرفع راية الإنجيل ويعيش للمسيح أن يعيش كما يحق لإنجيل المسيح فهذا الزواج هو المثال للمجتمع بلطوبة للرجل الذي يتقي الرب يعني الرجل اللي بيخاف ربنا طيب زوجته مكتوب عنها امرأتك كرمة مثمرة بنوك مثل أغراس الزيتون حول مائدتك هذا موجود في مزمور 128 مزمور رائع بيتكلم عن تكوين العائلة الصحيحة في المجتمع الصحيح